تحت رعاية معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس نواب انطلقت فعاليات الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة والذي نظمته الجماعة الأهلية تحت عنوان دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العالي وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي رئيس مجلس النواب فان مملكة البحرين تعتز وتفتخر بدعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات حيث قدمت مملكة البحرين في هذا الإطار تجربة متقدمة وفق أساليب وطرق فعالة لتمكن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من النجاح والنهوض بأنفسهم وذلك يتحقق من خلال تهيئة الأكاديميين والاختصاصيين لتنفيذ مخرجات ذات جودة مستوى عليين وأكد معاليه أن تمكين الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي ضمن سلم أولويات مجلس النواب منوها إلى أن المجلس بحث أكثر من خمسة وخمسين موضوعا يتعلق بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة مشددا على ديمومة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة من جانبه أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية لبروفيسور عبدالله الحواج أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والارتقاء بهم علامة مضية في المجتمعات الراقية والمتقدمة لما يملكونه من الطاقات التي لاغنا للمجتمع عن الاستفادة منها وتوظيفها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة